هنروح لسيدات الكرة الطائرة كانوا بيعابوا بطولة أفريقيا وتأهلوا للنهائي عملوا بطولة كويسة جداً كسبوا كل ماتشاتهم لغاية طبعاً ما وصلوا للنهائي ولعبوا المنتخب العنيد كينيا كينيا أقوى فريق في أفريقيا بدون منازع خسرنا منه 3-0 بعد ما مطش الحقيقة كان قوي جداً 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 بس احنا بالمركز الثاني تأهلنا السيدات إلى بطولة العالم اللي هتتلاعب إن شاء الله في صيف 25 أنا عندي بس كومنت صغير كده هو الطبيعي بيبقى كاس العالم في السنة اللي بعديها يعني إحنا بنلعب 20-20 يبقى في 20-24 آه فهو 20-25 بس ده أجابته أنا بجاوب على حاجة يعني طيب الناس بتتسائل طب إزاي إحنا لعبنا 23-20 وهنلعب بطولة في 25 الطائرة عندها بطولتين كاس عالم وبطولة عالم عرفنا ليه بقى إن هو 23-20 فهنلعب البطولة دي في 25 يعني فيه كاس عالم في 24 فهي دي التركة أو الحتة اللي إيه اللي السادة المشاهدين ممكن يسألوا عليها يعني اللي سأل لكسبة السنة اللي فاتت لعبة السادة 20-20 كل بيبقى كاس عالم في السنة اللي وراها دايما كده بس دي اسمها بطولة عالم طيب منتخبنا كان بيضم سبع لعبات من أصل 14 اللي هم دعاء الغباشي وأيا خالد وزينا العالمي ونادى وليد ودعاء محمد ومية غزال وصار أمين زي ندى وليد خدت أحسن لبرو وده كان وضع طبيعي وتوقع لنا من أداءها في الدوري من أداءها في الدوري ومالهاش مقارن يعني ندى الحمد لله يعني حاجة جمدة جدا عندك مية غزال خدت أحسن سنتر بلوك مية غزال خدت أحسن سنتر بلوك أيا خالد أنا أسف أيا خالد خدت أحسن سنتر بلوك وأيا خالد برضو لو تفتكروا كانت في الدوري عاملة مطشط كويسة في ظل غياب السنتر بلوك اللي كان عندنا وراح نادي الزمالي ولكن الحقيقة أيا خالد عملت شغل كويس طبعا بالزبط وبرضو بعد إصابة أيا الشامي هم سدوا بشكل كبير جدا كل البنات كانوا كويسين ولكن دول اللي حصدوا أو أخدوا ألقاب فردية فطبعا وزينا العالمي برضو عمل بطولة كويسة جدا يعني أصدق لكم أن كل عمل بطولة كويسة جدا فطبعا سبع لعبات من أصل 14 ده بيدل أن احنا السنة الجاية وخلي بالك أيا الشامي مش موجودة كان ما كنت بقت تمنى 8 لعبات من أصل 14 شد بي يكونوا جوة فده معناه أن ان شاء الله السنة الجاية لأ عندك فرقة محترمة جدا 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 وما تقلقش عليها وتعتمد عليها جامد جدا ترجمة نانسي قنقر